الحمد لله والشكر لله ألف 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 مليون مبروك فوز على حق وفوز مستحق وفوز عن جدارة وفوز عن بطولة وفوز سوبر والأهل اللي جاي والحاضر ويفضل مصنع الأبطال والأهل اللي دايماً بيد الدرس الأهل عمره ولا يموت ولا يمرض ولا أي شيء الأهل ممكن يجي له وعكة خفيفة لكن بعدها على طول يقولك أنا الأهل اللي جاي والحاضر اللي قال النهاردة بيدي الدرس اللي قال النهاردة بيفوز وبيؤكد أنه فريق محترم فريق كبير فريق عظيم أدي له عمري وبرضه قليل ده شعار جمهور النادي الأهلي وما قالوش من فراغ قالو الحقيقة من واقع لأنه واثق في فرقته واثق في جمهوره واثق في قدرته واثق في لعبته واثق في مدربه واثق في نفسه واثق في كل حاجة هو ده الأهلي الأهلي المراضف لكلمة البطل لما تقول البطل تقول الأهلي لما تقول الأهلي تقول البطل اللي استثناء أو الإكسبشن شوية كده ساعات برضو الناس لازم تبقى معانا شوية يعني تخسر من أسبوعين تقول لا لازم أرد الاعتبار وتقول للجمهور ما تقلقش ما تخافش أنا معاك كنا لازم نكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة عندتنا في الوقت الأصلي وعندتنا في الوقت الإضافي وعندتنا في ضربات الترجيح لما كنا خلاص مستنيين نحتفل بالضربة بتاعة ريدا سليم لكن عندنا الشنوي البطل الراجل الجدع لأنه ضربة كانوا ممكن يسجلوها وما كناش حناخلص السنة دي لكن الشنوي مفيش ضربة جزاء مراحش معاها أنقذ اتنين واللي جات في العرضة برضو هو رايح معاها واللعاب اللي سددوا حتى اللي ضيعوا بنقول لهم متشكرين 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 رجالة جدعان أبطال حلوين كل حاجة جميلة أنا مش هتكلم ولا كابتن محسن ولا كابتن هاني ولا كابتن أسامة تعالوا الروح لفاروق صلاح وروح للوقات وافتح يا عم للأفراح والليالي الملاح